يسعد اليوقاتكم بالخير والنور والسرور ما في أطيب من كيكة البهارات بالأجواء الشتوية الباردة طريقة سهلة وبسيطة ونغير استخدام مضرب كهربائي تعووا نشوف مع بعض طريقة التحضير أول شي قبل ما أبدأ بعمل الكيك بحمل فرن على حرارة 180 وبثبت الرف الوسطاني وبدهن القالب بسمنة وبطنه بالطحين بعدين معي هون مواد الجافة معي كوبايتين ونصف من الطحين عليهم علاقتين صغر من الباكينج باودر بنخلهم بعدين بضيف البهارات بدي أستخدمهم معلقة صغيرة من كل من الهيل والزنجبيل والقرفة طبعا فيكم تزيدوا الكمية إذا بتحبوا طعم البهارات شوي يكون حاد وممكن تستخدموا كمان مطحون لقرنفل معي هون مواد السالة أربع حبات بيض ومعلقة صغيرة من الفانيلا بخفقهم حتى يصير لون البيض فاتح بضيف عليهم كوباية من السكر وبخفق حتى السكر يدوب بالبيض بضيف عليهم كوباية من الحليب وكوباية من الزيت وبخفقهم حتى يتجانسوا مع بعض بعدها بضيف المكونات الجافة على مرحلتين وبستمر بالخفق حتى الطحين كله يدوب هيك عندي الخليط جاهز طبعا بالسباتيولا بتأكد من عدم وجود أي تكتلات بقاعد طبعا اللي أنا بشتغل فيه بعدها بصوب بالخليط الكيك بالقالب وبطرق طرقتين ودخلوا على فرن محمى مصوخا على الهران 180 مدة 45 دقيقة هاي شكل القالب بعد ما طلعته من الفرن مستنيت عليها 10 دقايق بعد العشر دقايق أنا قلبته بطبق التقديم كنت خايف تلزق أو إشي بس لأ أبدا ما لزقت ما شاء الله كيكة بتجنن وريحتها مفحفها في كل البيت ما شاء الله طبعا انتو قطعوها بعد ما تبرد بعد ما بردت أنا قطعتها ومن جوة شو طلعت هشة رائعة وطعمها بياخد العائل وبس هي كانت وصفتنا لليوم يريت إذا عندكم أي تعليق أو أي سؤال حطوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو وبدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد لأنه قناتي بتكبر فيكم وصحتين وعافية على قلوبكم